كشفت الحكومة المصرية عن وثيقة الاشتراطات والمحددات لمبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة بتوسيع الطاقة الفندقية بهدف استيعاب زيادة مستهدفة في أعداد السائحين إلى مصر بحلول عام 2028 كما وأعلنت الحكومة عن خطة جديدة لبناء مئات الآلاف من الغرف الفندقية لدعم السياحة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح في عام 2028 كشفت الحكومة عن الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات واليات تنفيذ مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يتطلب تحقيق المستهدف القومي إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف غرفة ذلك الاستعاب زيادة المستهدفة في أعداد السائحين مما يستوقب تضافر جهود جميع الجهات المعنية في الدولة العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة من شأن أن يدعم الاقتصاد القومي حيث إن كل 15 ألف غرفة فندقية تحقق إرادات من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً ذلك بالإضافة إلى ما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع درائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه كما أنها تخلق نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع بدء تشغيل الغرف هي إذن خطى حتيثة تقوم بها حكومة التحديات كما وصفها رئيسها مصطفى مددولي من أجل تنفيذ أهداف برنامجها على الأرض دعماً للاقتصاد ورفعاً لمستوى معيشة المواطن